منظومة مثلا نقل المصريين العلاقين برا وكانت معنا وزيرة نبيلا مكرم اول انبارح بتشرح لنا انت بتجيب ناس من امريكا من المالضيف من بالي في اندونيسيا مش عارف منين 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 بتجيبهم عشان ترجحهم بلدك بتعمل خطو بتعمل اسطول طيران يروح واشنطن يروح فين نقاط عديدة المملكة المتحدة لندن اربع طيرات عشان ينقلوا الناس لو في فرنسا لو فين فتشتغل على ده في بالمناسبة في اربع طلبة دارسين في احدى الولايات القريبة من واشنطن جال اتصال قبل الهوم بشرة بيرجو السيد وزير خارجي السيد سامح شكري والسيد الوزيرة نبيلا مكرم هم عايزين يرجعوا بس مش عارفين لسبب عجيب قوي طلبة مصريين بيدرسوا عندهم باسبور امريكي وباسبور المصري جواز السفر بتاحهم المصري خلص خلص ما عندهمش الى الجواز الامريكي وهم مواطنين مصريين وطلبة مصريين بيدرسوا في الولايات المتحدة قال لهم جددوا جواز السفر هتجددوا في قد ايه طب هم معا الجواز الامريكي وهو مواطن مصري ودارس وطالب هل يستحقوا انهم يرجعوا ولا لا انا بناشد سيدة وزيرة خارجية والسيدة وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج ارجوكوا لو سمحتوا مصريين شباب بيدرسوا جوازاتهم انتهت فعلا هم قالوا جوازاتنا فعلا المنتهية المصرية ولكن معا الجواز الامريكي هل يرجع ولا يفضل هناك ارجو التدخل اربعة مش كتير وقال لك احنا ممكن على الطيارة اللي جاية دي ممكن ننحقها بس يقولولنا من خلال سفارتنا المصرية فضلوا والطيار عليها اماكن يعني هم سألوا والطيار عليها اماكن هل ينفع ولا لا اذا احنا مرجعين الف الف موجود هناك الوزير النبيل المكرم قالت لنا كده اكبر عدد موجود في الولايات المتحدة واشنطن نتكلم على الف واحد واعتقد فيه رحلتين او اكتر كمان اتمنى انه استجابة ليهم واتخاذ الجراءات انهم يرجعوا اولا الولاد هيفرحوا جدا جدا واهلهم كمان يفرحوا جدا واحنا كمان نحنا منسيبش حد لانه هم من الناس اللي ايضا هم عندو الشغل ده هو رايح يدرس فله حق انه كمان يرجع لانه عندهم طبعا ظروف الوضع هناك في امريكا كارسي وكله عايز يهرب عايز يرجع مش عايز يستنى اكتر من كده شكرا 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 شكرا